السلام عليكم بغي المحاضرة رح ناخذ الهايدات السيست الي تسببها الايكونو كوكوس سبيشيز مرض الهايدات السيست الي هو الاكياس المائيه رح نسميها هيدات الدزيز او الايكونو كوكوس على اسمها بالنسبة للأيكونو كوكوس هنا اربع دودات هنا اربع خوات ايكونو كوكوس جرانيولوسس ومالتي لوكيولارس وفوكيلي واكوحدة رابعة ما لنا علاقة بها لان ما تصيب الانسان فهذول الثلاثة رح ناخدهم كل واحدة تسوي هايدات الدزيز بس الى ميزة تختلف هاي عدها ميزة هاي عدها ميزة وهاي عدها ميزة زين ما رح ناخد هسا كلام ينطبق عليهم ثلاثتهم يقول يابا الكيس المائي السبب مالته هي الارفال ستيج ماليكونوكوكاس تسوي كيس مائي وين هاي الارفا بالهيومان وبالهيربوفيو هيربي فورياس انيمول اللي هي شنو اكلات الاعشاب الاغنام الشيب القوت القتل الهورس يعني احنا الهيومان وينانا القتل وجماعتها اكلات الاعشاب رح ننصاب بالهايدات الدزيز بالكيس المائي شنو سبب الكيس المائي اللارفا ماليكونوكوكاس زين اذا اللارفا بطنة تسوي كيس مائي ليش لان مادة تتحول الادلت ليش لان الادلتورم رح نلقاه بامعاء الدوك والكنين اللي هي يعني جماعة الدوك زين جماعة الدوك اللي هما الولف الفوكس الذقاب والسعالب وغيرها من اكلات اللحوم زين اذا الايكونوكوكاس الادلت مالتها وين صايرة بالدوك و جماعته باكلات اللحوم زين واللارفا تصير بالانسان واكلات العشاب اللي هي الاغنام وغيرها زين يقولي واش ولي بنفس الوقت يعني هندرد الى ثاوزند يعني هي الادلت موجودة اكيد عند الدوك زين الادلت of all species مالتهم وثلاثة هم لان احنا عادة ثلاثة انواع من الايكونوكوكاس سمول كلهم سمول بالسانتي مترات تباعوا هاي هي كل شي صغيرة سمول طولها بالسانتي متر يعني كل شي قليل واحد اثنين ثلاثة اربعة تقريبا اربعة قطع تطلع فهي اصغر سستودة موجودة على وجه الكرة الارضية زين منو اصغر سستودة هي هاي الايكونوكوكاس زين سؤال منو اصغر سستودة تصيب الانسان يعني تقعد بامعائه هي منو لبسنانة زين منو اطول وحدة اطول وحدة هي دايفيل بوثريم زين هسا الادلت of all species small really over centimeter in length يعني تقريبا تعبر سنتيمتر واحد زين السيطروب اللي تتكون من شنو من سوليكس راس من نيك الرقبة مالتها وان امتشور وحدة غير ناضجة خلي نفرضها انو هي هاي وان ماتشور اللي هي هاي زين وهم عندنا غير اللي هي هاي زين عادها كل القطع طبعا هنا بس اربع قطع احنا ماخذيها بال introduction in addition طبعا شنو عدنا ها هنا يقول one or two mature gravid pro glott ممكن واحدة ممكن اثنين حسب عدنا سكر four minute سكر ها ثنين قدام وثنين ورا سكر موجودة زين السوليكس مالتها بيدابل رو وفروستيلر هوك روستيلر هوك هذا هو روستيلر مالتها وبيهوك زين بعد شنو يقول gravid pro glott disintegrate رح تنفصل وين تروح لل intestine لل intestine يعني تنفصل بال intestine وال egg are evacuated in feces زين تمام هسا ال egg رح يطلع this egg not distinguished from tinea هاي المعلومة احنا ما اخذيها بالtinea انو احنا ما نقدر نفرق ال egg من التinea ساجناتي من التinea سوليم من ال اكون و كوكس هذول الثلاثة ما نقدر نفرق ال egg مالتهم زين هسا شي يقول انسو تبل intermediate host من هو intermediate host لحظة intermediate host اللي هي أكلات الاعشاب زين يقول انو الايك هادش الدودنم بالدودنم بالاكلات الاعشاب يطلع بطريقة راح يروح لل intestine يعني من الميزانتريك راح يروح عن طريق الليمفاتيك فيصعد يروح الامبريو الامبريو هذا الامبريو فات بمكان مو مكان يعني مثلا فات الجسم الانسان او فات الجسم الكتل فش راح يسوي راح يسوي hi-dated زيان راح يسوي كيس مائي راح يتحول الى كيس مائي هذا كيس مائي عنده سيست وول وبروتو سوركس نعوف هاي التفاصيل وين نروح حس لان هس راح نحك عليهم كلهم واو احنا قلنا عدنا اربعة سبيشيز هاي ما لن علاقة بها علينا به هالول ثلاثة وراح راح ركز بهذا الفيديو على الايكنوكوكاس جرانيولوسوس تمام اوكي الايكنوكوكاس جرانيولوسوس شبيهة هاي تعيش بالتشلاب زيان لذلك حاطين هاي صورة التشلاب وهي هاي شنسميها لارفال تيب ورم انفكشن اللي هو الهايدات السيست باع وان نروح احنا القصة وما فيها هذول ستري دوك كلاب سائبة او موسائبة يعني حسب شنو اكو بامعاهم اكو يكون كوكاس جرانيولوسوس شسمها جرانيولوسوس هاي جرانيولوسوس تعيش بالكلاب بالكلاب زيان بالدوك انا تقدر كنان زيان الدفنتف هوست مالتها هي الدوك يعني وان موجودة على بطن همان مخليتها يعني عايش بامعاهم هسا منو الدفنتف هوست مال اكو كوكاس جرانيولوسوس الدوك الدوك والكناني الاخرى عايش بامعاهم زيان اللي داي يصير انو هاي الدوك شو راح تسوي احنا اتفقنا يجي شي يسوي يروح مثلا على مزرعة مالخس فيروح هناك يحط الفيسس مات لانه ما يفتهم فيش راح يصير الفيسس تحتوي على الايق مال كوكاس جرانيولوسوس وهاي الفيسس راح تتحول الى سمود بس الايق راح تبقى وين على اوراق النباتات زيان منحد هنا حلو انو هاسا حاليا كل النباتات هاي انفكتد وين الايق ليش لانه هذا الدوق حاط الفيسس تحتوي على الايق مال كوكاس جرانيولوسوس تمام اني راح يصير انو يجي الانسان شي يسوي ياخذ هاي مثلا هاي الخس ويحول الى زلاطة وما مخصول عدل فشن اللي راح يصير هاي الزلاطة تحتوي على الايق لانو مخصول عدل جبناها من مزرعة انفكتد فهذا الايق راح يفوت الجسم الانسان ش راح يسوي يسوي سيست يسوي هاي داتة ستستوي كيس مائي ليش لانو الايق هاي ما يصير تعيش بالانسان او بالاكلات العشاب ما يصير تعيش بالانسان هي مخصصة رب العالمين خالقها ان تفقص بهذا تشلب احنا لا احنا لا لما تفوت لنا ما تعرف وين تنطوي جهة فتستقرب مكان وتسوي سيست تمام او هاي هاي الكتل المسكينة راح تأكل من هاي النباتات الانفكتد فاش راح يصير بها مثل ما يصير للانسان راح يصير بها سيست شوفوا هاي الاكياس راح يصير بها اكياس هم الهيومن والكتل هم اللي راح يصير عدهم هاي دات السيست او او اكو طريقة ثالثة شنو هي انو مثلا شخص هاي ابنية مثلا تشلب مالتها شبيه عنده عنده ايكوناكوكس غرانيولوسيس وما تدري به هي زيان الدوك شي سوي هاي بيت دوك الحيوانات الاليفة يعني أقصد الكلاب الاليفة تاخذ الايك للموث مالتها فلما هو دي بوسها او هي تبوسها كسينك يعني مش راح يصير دايركت راح ينقل للموث فهي راح تصير انفكت راح تحتوي على الايك الايك اللي نقله الدوك بحلقة موجود بحلقة فنقله اوكي الايك صارت موجودة عدها اذا راح راح يصير عندها كياس مائي زين كوبعة تشغل ممكن انو هاي الكلاب شبيهة مثلا هذا الغنم يعني شبيههم انفكت فالذباح شاف هذا الكيس المائي شاف هذا المظهر فقصها وشمرها بالشارع منو عايشة بالشارع الكلاب السائب او هاي كلاب سائب فش راح يسمون ذو الكلاب السائب راح يأكلوها زين وهاي هاي دات تحتوي على اللارفات هنا هاي اللارفة راح لما نأكلها الدوغ راح تجي الاما يتصرب بطنة راح تعيش بداخلة لأكل الكوكس العنو الأدلت زين هاي هاي انقصها وما فيها منو الديفينيتوف هوست الدوغ زين منو الانترميديت هوست الهيومن ما كلمة الهيومن يصير بهم راح يصير بهم سيست يعني هي كي سمائل تمام هسه نرجع هنا الهيدات سيست راح شن نسمي شن نسميها نسميها مثل ما حاطين صورة الكلب السائب هذا زين بعد شن الدزيز لأسامي هواية مثلا نسميها هاية 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 نهاية مقطع هاية 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 يوس إكون نكوس أساس يوني لوك يولر هاية الدزيز يوني يوني لوك يعني شنو يعني على شكل كيس واحد لأن هسه راح ناخذ بالنوع الثاني مال هاية الدزيز انو الكيس راح يكون مفصص به هواية كياس عبارة عن تياس فهاية الراني لوس راح تكون على شكل شمبر واحد اللي نسميه يوني لوك يولر يوني لوك يولر زين هاية الادلت الدودة الادلت الإيكونو كوكس الادلت غار سنفسها ما بين الفيلا يبراي هاي الفيلا مال منو مال الدوك مال الدفينيوتو هاية لأن هي ما تصير عدلت وتسوي وهالحركة إلا بداخل الدوك والكنائن اللي تشبه زين هسه هنه نفسي حتي يقول انه هي الادلت الادلت راح تعيش بالكنائن هوست بالإنتست المالتهم ومبدد بتوين ذا فيلاي تمام المورفون وجمالتها هادا كله قبل شوية حتشنا لما حتشنا عليهم كلهم زين هسه راح نجي على اليوني اللوكولر هيدات السيست اللي هو السيست مال إكون كون كاس جرانيولوس من شنو يتكون هادا الكيس الماي نركز أول معلومة يقول باعو ترا هادا الكيس على شكل بلادر هيتش يعني دائري يعني عشو المثانا شكل هو السيست زيان كيس هو كيس مليان فلويد بالله فلويد كابتي لاند وذ اكستيرنال ميلكي ويت لمينيت مامبراين هو مو عبارة عن كابتي مليان فلويد هال الفلويد احنا رح نحوط بمامبراين لون ملكي لون حليبي وين هاذا باعو هنان هاذا هو عبارة عن سيست مليان فلويد والطبقة الي تغطي لون ها ملكي لون حليبي زيان لامينيت نرجع نرجع ملكي ويت لون ها ابيض ملكي مثل ما شفناها لامينيت مامبراين نسميها هايلين كيوتيكولا زيان منترنال جيرمينال لير عند الي ينطين بروتوسوليكس بروتوسوليكس باعو اكو هنان جيرمينال جيرمينال لير نعرف احنا جيرمينال لير شون معناها يعني شون الطبقة جرثومية شون نحن ماخدين مثلا اكو جيرمينال لير هاي هي اللي تنتج اللي نسيت اسمهم هي اللي تنتج الجهال اوكي فهنانا هاي رح تنتج هذول البروتوسوليكس البروتوسوليكس رح تنتيهم البروتوسوليكس البروتوسوليكس نسميهم هيداتد ساند مثل الساند شون حبات الرمل تطلع بالعين المجردة في سموها هيداتد ساند المهم الجيرمينال لير تتسويلي هاي البروتوسوليكس فهي المنتجة والجيرمينال لير عدها شغل ثاني انه هي اللي تنتي الفلود اللي بالكافتي هاي الصورة مو كلش حلو عادنا صورة احلى بس لحظة خلي خلص من هذا السلايد هاسا الانترنال جيرمينال لير هي اللي تنتيني بروتوسوليكس اوكي دوثر سيست وذين ذا بارينت سيست هذا مو السيست الاب بداخله اكو دوثر سيست اكو السيست البنت زين برايماري سيست البرايماري سيست يعني هذا اول سيست جا من اللارفة اللي فاطت للجسمين اكو سيكندري سيست زين احنا علينا هاسا بالبرايماري سيست شبيه يقول يكون دانس لاير عنده طبقة قوية من الكنكتف تشو أوفر دا لامنيتد منبراين نسميها الادبانتيشي او الفايبروس لاير اكو طبقة كلش قوية تحوطها فوق الملكي لاير اللي شفناها فهاسا بما انو خلاصنا هذا السلايد الغتيت نجيهنا نفس الحاجة اللي حشينا احنا شنو عدنا هستونا قلنا انو اكو لامنيتد لاير لونها يكون ملكي او وايت مو هاي اللامنيتد لاير زين اللي هناها بالتأشير لونها اخضر الاخضر على السماء زين وحشيانا انو فوق اللامنيتد لاير هاي الطبقة الخارجية هي الادبانتيشيال لاير اللي هي فايبروس لاير اكو طبقة ليفية موجودة هنا راح نعرف من شو متكونة زين اذا انا عندي لامنيتد لاير فوقها تجي الادبانتيشيال لاير اللي لونها جوزي زين والطبقة اللي جوه اللي هي جيرمينال لاير هاي اللي لونها احمر هاي جيرمينال لاير اللونها احمر شبيهة هيا هيا يلي تنتيني البروتو سكوليكس تنتيني البروتو سكوليكس تنتيني الراس ال.. ذي شبه زيان تطنيو بروتوس كوليكس وهي بروتوس كوليكس تطور 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 للحات ما تصير عباره عن في السيست اساميه بروت كابسول وهذا بروت كابسول لما ينعزل من الجيرمال اللاير ويصير يطفو بنص السيست رح اساميه دوتر سيست فالدوتر سيست هو الي يطفو بنص السيست بينما البروت كابسول اللي يكون مجلب بتجير من اللايربعه بنفس اللون حتى وبداخله طبعا اكو بروتوس كولكس اللي هي راس اللارفا زين نجيب التفاصيل يقول هاي طبقة البريسست اسمها بريسست اللي لونها جوزي هاي طبقة البريسست قلنا هي ادفانتيشل او فايبروس لاير زين هاي متكونة من الهوست يعني جسمنا هو اللي سواها سوا طبقة اللي فيها حوطها بي لانو مايعرف يتعامل ويا الكيس المائي فقال خلي احوطها بطبقة فايبروس تشو وخلاص من عنده لان اساسا جسم الانسان اي جرح يصير اي فتش يصير مايعرف يعني ماتت الخلايا ماتة او فتش يخارج عن القانون شنسوي نلزقه بالفايبروس تشو زين هسه هي اوتر هوست من الهوست تطلع الانفلاماتوري رياكشن من شين ما تكون من الفايبرو بلاست الفايبرو بلاست الفايبرو بلاست هي اللي تسوي الفايبروس تشو هي عامل البناء ومونو مونو نوكليار سيال واليوزينوفيل وجايانت سيال وش رح يكونوني بالنهاية ديفولوبيج انتو دينس فايبروس كابسول عبارة عن طبقة اللي فيها يعني دينس فايبروس كابسول اللي هي الادفانتيشي بعدين نحصير بيها كالصفاء راح تتكلس اذا هسه احنا عرفنا انه هاي الطبقة منو كونها هاي الادفانتيشا لير اللي نسميها بيري سست اسمها بيري سست بيري يعني حوط يعني بيري حوط السست يعني هذا هو السست هسه الادفانتيشا لير هي البري سست اللي يكونها وهي الهوست عبارة عن راح اروح للطبقة الثانية نسميها اكتو سست اكتو سست زيان اكتو يعني خارجي اندو يعني داخلي من اللي قلنا هو بالداخل جيرمانال لير هو الاندو سست زيان ومن اللي فوقها فهي الاكتو سست اذا اني عندي ثلاث طبقات عندي هذا الاندو سست هذا اندو سست هذا اكتوسيست وهذا بيري سيست زيان بالنسبة لل اكتوسيست هاي الطبقة احنا شنو قلنا قلنا هي الطبقة اللي لونها يكون وايت او كريمي مو قلنا لونها هيكي وايت يالو او هيك زيان شفناها لونها حليبي ملكي ملكي كان لونها ملكي السيليولار لامنيت�� هايين متريل زيان لامنيتد هي اسمها لامنيتد لاير اصلا وهي الانترميدات صار بالوسط صار معين هاي الطبقة معين هاي الطبقة زيان الابيرانس ملتا شكلها white of hard boiled egg hard boiled egg مثل البيضة المسلوقة زيان boiled egg يعني بيضة مسلوقة هيا ستوني شفناها نفس البيضة المسلوقة لونها وايت وهي هي هاي شاسمها اللامنيتد لير نجي هسه على الاندوسيست الطبقة الداخلية قلنا انو هي شانو هي الانر جيرمنال لير هي جيرمنال لير تكون سيليولر and consist of number of نوكلياي embedded in the protoblasmic mass زين يقول هي عبارة عن طبعا بعو مدام هي جيرمنال لير فاكيد اكو خلايا موجودة بيها خلايا منتجة لدرجة انو هي انططني بروتو سوليكس زين اوكي يقول number of نوكلياي embedded بيها الجيرمنال لير هي الفايتال لير هي الطبقة الحيوية بالسيست ليش يقول هي الفايتال لير لانو هي site of asexual reproduction يعني تكاثر الاجنسي asexual reproduction giving rise to بروت كابسول with solex هي الطبقة المنتجة راح تنطيني بروت كابسول هاذا هاي الجيرمنال لير طبقة حيوية منتجة هي اللي راح تنطيني بروت كابسول اللي يحتوي على شنو على البروتو سوليكس زين بعد شو ان شاء الله ثانية يتساويها الجيرمنال لير بما انو هي الفايتال لير راح تنطيني الهايداتة الفلويد وتشفل هي الطبقة اللي تكون اندو سيست الداخلية شنو مظيفتها شغلتين تنطيني الفلويد اللي موجود بالسيست وتنطيني البروت كابسول اللي يحتوي على البروتو سوليكس بالنسبة للبروت كابسول راح ناخذ بس ملاحظات هالحاجة كل اعادة للي فهمنا اول شي اول ملاحظة عن البروت كابسول شبيه جاني من الجيرمنال لاير سبحان الله جاني من الجيرمنال لاير هاي معلومة نعرفها لحظة جاني من الجيرمنال لاير طبعا سمول نوبلايك اكس 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 شلون او جيميولاس هذول سمول نوبلايك نفس هاي مقبض الباب نوبلايك هاي الشغلات راح تبرزوين باللومن هاي اول شي زين ذيس اللارج راح تكبر انت بكم فاكوليتد يعني شلون اللي يصر بيها فاكول انت فلد وذي فلويد باعوا شوي شوي راح تكبر انلارج تكبر ويصر بيها فلويد زين يصر بيها فلويد هي تكبر ويصر بيها فلويد بعد ش راح يصير هي لما تكبر ويصر بيها فلويد راح نسميها برود كابسول زين يقول انذي انيشيالي اتاتش منت اتاتش تودا جيرمينا لاير باي ستالك هذا الستالك هذا الستالك اللي تشلب بيه بالجيرمينا لاير بواسطة ستالك زين بعد ش راح يصير راح تكون حره بالفلويد فلد كابسول بعدين ش راح يصير راح تكون حره بالفلويد فلد كابسي راح تصير حره بعدين وعدها هوكلات خليني نجي نشوفها يقول مو هذا البروت كابسول هذا البروت كابسول راح تطلع من عنده بروتو سولكس بروتو سكولكس مدرسولكس شبيها عدها ثلاث شغلات عدها راس هذا راس هي اللي هو شنو اللي هو السولكس وعدها سكر عيون وعدها هوكلات هاي ثلاث شغلات موجودة تمام يقول سيفرال ثاوزند أوف بروتو سولكس ديولوب انتو اماتشور هاي داتت سيست يقول هاي اللي بروتو سولكس لا تغركم ترا كل واحدة تصر ماتشور هاي داتت سيست سو ذيس 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 مدرس شنو هاي داتة سيست فارد جينيريشن اوف اسيست انساميه دوثر سيست او قراند دوثر سيست اه ما يديفلوب زين هاذا الدوثر سيست وممكن يكو قراند دوثر سيست همين يتكون زين يعني هوي سيست راح تتكون يقول خلال عشرين سنة هو راح يتطور يصير بيك اناف على ما يسوي كلينيكال اولنس اكثر شي صير بالانسان يقول السيست هو راح يستمر عشرين سنة وما يطلع يعني ما تطلع الاعراض اللي اذا مثلا عند السيست بالليفر فكبر كبر كبر يطلع اعراض يعني اول ما كان موجود ما طلع اعراض الشوكت ما ضغط على العضو وسوى به يعني مثلا ده مجال تطلع الاعراض زين ها ساعدنا مجموعة ملاحظات هاي مجموعة الملاحظات شنو يقول الدوثر سيست شبيه التاشتو ده جيرمن اللاير صح زين سام سيست نون از ابرود سيست مو صحيح نعرفو نسميه برود سيست او برود كابسول مي هايف اولي لارفة هاي داتة تساند نسميه ممكن يعني بيو لارفة هاي داتة تساند ديeralati تساند نشوفها بالالسيست vem that all the while system المثل ما عرفنا انه هو سلولي يعني يشان يطور على كيف فبعدين لما انكبر يلا يضال يسوي اسكس والربرودكتف وبدأ يكبر بنفسه بعض السيست لا يعملون بروت كابسول يعني لا يطلعون اسكس والربرودكتف يعني جرمانا لاير ما تطلع سولكس جديدة وسيست جديدة ما تسوي ما تسوي زين فلتو بروتو سولكس تفشل لان تسوي بروتو سولكس هنا راح ننطي اسم اسمي سترايل سيست اللي هو سيست العقيم مدري معقم يعني يمكن عقيم يعني هذا السيست ما يحتوي على بروتو سوليكس فيعني اذا انفتح ما راح يسوي شي لانه هو ما عنده سوليكس يعني تخيله سيست بس هو عباره عن سيست بس ماكو هاي الاشياء هاي الاشياء كلها ماكو فاقول عليه انو هاذا سترايل سيست عقيم هس عرفنا انو اكو بعض السيست عدها هاي داتت ساند وبعض السيست ما عدها بروت كابسول اصلا ما عدها ما اطلع يعني ما عدها بروتو سوليكس خوش من اضر كيسز هاي داتت ماي بكم سترايل بكوز اوف سكندري بكتريال انفكشن ممكن يصر بيها سكندري بكتريال انفكشن or they may die ممكن تموت and become calcified ممكن اللارفا ليمسوي السيست تموت في ذلك راح تكون سترايل ستيرل ستيرل سترايل او او ممكن يصر بيها سكندري بكتريال انفكشن زين فتكون سترايل اوكي سست اس فوند يكون راوند دائري سبعة سنتيمتر تقريبا عرضي ثلاثين سنتيمتر يوصل ينمو الى ثلاثين سنتيمتر زين مجوريتي وفي هيومان هاي داتت ديفولوب ان ذا ليفر اكثر شي بالليفر ورع الليفر منه يجينا اللانج زين and may develop in any اورقان ممكن اي اورقان حتى بالبون حتى بالعظم ممكن نلقاه لانها سيقول اول واحد هو الليفر بعدين اللانج بعدين اي اورقان من ضمنها البون زين الفيت اوف هاي داتت سيست هاي داتت سيست هاي داتت سيست هو شنو مصيره مصيره كالصيفايد راح يتكلس او افاكيويتد يعني شون يتم اخلاقه او يموتو الانفلاماتوري رياكشن زين هاي داتت سيست اوف دي ليفر اللي بالليفر رابتشار انتو الانج and other organ بالبادي كافتي بروديوسينج هاي داتت لسن يعني هو اكيد لما يصر بي رابتشار بالليفر مثلا اكو سيست وصار بي رابتشار طلع راح يأذي اللانج والاعضاء القريبة فيصر عندنا هاي داتت لسن سنسميه هو راح يصر هاي داتت كله كل بروتوسولكس تطلع تسوي هاي داتت سيست جديد زين هسا اللاير مالته اول شي عندنا اوتر لاير اللي هي فيبروس انر لاير لا مو فيبروس هاي لامنيتت الانر لاير اللي هي جيرمانال بروت كابسول شفناه طالع من الجيرمانال ام ديتاشت هي راح تطلع ديتاشت انتو الكافتي تطلع البروتوسولكس زيب السيست اسيكريت هاي داتت الفلويد الهاي داتت الفلويد اللي بي يكون كلير يكون كولرلس شفاف البي اتش ما تا يعني تقريباً موسط ستة او سبعة كنتين سالت اند بروتين اوكي سيست جروس لولي عشرين سنة هان نعرفها انسايد ماتور سيست دوثر اندقران دوثر سيست تمام هسا هاي اللايف سايكل طبعاً حشيناها ما يحتاجون ايدي هي نفسها هاي بس سوتها على شكل صور هاس احنا هنا ملاحظات على اللايف سايكل يقول افتر انقلس شين اوف سوتابل انترميدات هوست اللي هي مثلاً شيب قوت كتل وغيرها من اكلات الاعشاب الايج الايج هاتش انده سمول باول اندريليز انكوسفير بينتري ذا انتستنال والاند ماغريت ثرو دا سيركولاتري سيستم انده فاريس اورغان ودروح للفار واللنج يعني اذا اكلنا هاي اذا احنا اكلنا هاي هاي السيست بالغلط ما الاغنام يعني هو غنم انفكتد هو يعتبر انترميدات هوس واجيت اكلته اكلت السيست راح تصريج يعني راح تروح للفار واللنج مالتي ويصير سيست زين او مثلا هي الايج يعني مو بس الانترميدات هوست زين بس اورغان الانكوسفير ديفولوب انتو اسيست هنا الانكوسفير راح يصير عباره عن كيس زين من الداخل راح تملي السيست زين الديفنتوف هوست اللي هو الكلاب شبيه انفكتد راح ينصاب همينا اذا اكل الانترميدات هوست يعني همينا حالة حالي اذا اه لا دقيقه اذا اكل هذا السيست راح تطور بالداخله الادولت زين اي افتر انقسشن وراح تصير على شكل ازلت صح زين من اكسيدنتل انترميدات هوست بالغلط اجي هو انترميدات هوست بالغلط زين اكسيدنتل لانه مثلا واحد كلا هذا الليفر مالته صارت بي سيست زين هذا كيس مائي على مود انسان ثاني يصير انفكتد من خلال هذا الشخص هذا الشخص شبيه على مود انسان ثاني يصير انفكتد لازم يأكل الليفر مالته فاحنا ما ناكل لحم البشر يصير dead end host يعني السيست يصير بداخله نوع يموت وينشالع موت الانسان بعد ما لمفر نوت human infection with hydrated cyst of echinococcus granulosis شبيه لما يصير where dog dog يحتضنون الادولت ورم لما ال dog يحتوي على الادولت ورم ولما الشيب شبيه عدها larval stage يعني شن larval stage يعني عدها cyst زين hi dotted in cuttle بالcuttle يكون sterile يعني عقيم يعني ما يسوي protozolex exposure commonly occur in the childhood ليش بالاطفال يصير لان هما يلعبون وهي لتشلاب ولتشلاب عدهم الادولت يعني 24 ساعة بحالكم اكو ايك زين فراح ينطوها لل للشسمة للاطفال في سرعتهم اكياس مائية زين ممكن خلال 20 سنة ثلاث مرة تنعادل معلومة تنعادل معلومة و تنعادل معلومة و تنعادل معلومة تنعادل معلومة بعد سنوات هيا نشخصها زين راح نخلص ما بقى شي طبعا هذا هو الهيداتات السست هذا شفش كبراه هذا هذا الليفر وهذا هو الهيداتات السست وهذا هنا بالعشعة هاي هو الهيداتات السست شفش كبراه هذا بالليبر يعني زين طبعا هذا هو من يفتحوها هاي الطبقه الحليبية هذا الهيداتات السست تمام الباثوجينيس يقول احنا عدنا يوني لوكيولر هيداتات و همينا الأوسيوس يعني عظمي أوسيوس هيداتات اكثر شي راح يكون يوني لوكيولر يعني شنو يوني لوكيولر احنا قلنا يعني يعني تشمبر وحدة يعني شون هاذة السست عبارة عن تشمبر واحد ماكو هنا اقسام ماكو زين يقول شنو المجورتي راح تكون يوني لوكيولر بس تشمبر وحدة بس 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 إذا الهيكسا كان وصل للنسيج العظمي البون تشو الاوتر ممبراين ما راح يتكون نوت بروديوس فراح ينمو السست يكبر وين بالعظم مالتنا وماكو اي اوتر ممبراين زين الورغانزم تقرو باللونج بون والبلفز ارش فورمينك اوسيوس هايداتي اوسيوس هايداتي هايداتي السست والموجود موجود بالركبة نخلي بالنبال انه هاذا الهايداتي السست اللي موجود بالعظم شون راح نسميه راح نسميه اوسيوس هايداتيس يعني راح يكون ما عنده اوتر ممبراين ينمو بالعظم فاس عرفنا يوني لوكولر اللي هو تشمبر واحد بلعظمي وما عنده اوتر ممبراين زين السايز مالي الهايداتي يعتمد على شنو يعتمد على المكان مالته وعلى عمره صار لاش كم سنه زين بعد عشرين سنه او اثناعش سنه شرح يصير خمسطعش سنتيمتر يوصل او اكثر زين يحتوي ايش ثاني ايش ايش راح يحتوي على الشغلات اللي بداخله شه المعلومة اذا السيست نفتح تحرر الفلود اللي بداخل السيست الى البريتونيال كابيتي شن اللي راح يصير راح يصير النافلاكسيك شوك تعرفون النافلاكسيك شوك يعني شن الحساسية كلش قويه بحيث احتيمها الواحد يموت بها. كل شي قوي. طبعا هاي البروتو سوليكس راح تسوي يعني كل وحدة كل بروتو سوليكس ممكن تسوي سيست صغير. السمتم اللي تطلع على حسب المكان طبعا على حسب اللوكيشن. وطبعا احنا نشبه هذا بلت يومر بلت يومر نشبه السيست فيسوي نفس الشي زين. نارج اب دومنال سيست طبعا هاي خلي الواحد ديس كومفورت ما مرتاح. ليفر سيست يسوي وبستركتف جوندس. بيري برونكيال سيست يسوي بولمانري ابسس. براين سيست يسوي انترا كرانيا لبراجر اند جانكسونيون ابيليبسي راح يسوي وصرع زين الكدني سيست راح يسوي رينال ديس فونكشن. ويج يعني هو على حسب المكان على حسب اللوكيشن تطلع الاعراف زين. دايق ناصس التشخيص يقول انتجين ما ال ايكونوكوكس راح يطلع بالسيرم زين. السي اس سي اس فلويد انايبول دي تكتد باي دوبال دفيوجين. يصد دوبال دفيوجين ما نترى شنو هنانا اميونالوجيكال تكنيك. زين. ثرابيوتك اوبشن هاي. زين. هاي العلاج مالته يعني هو السيست ش راح يسوي له. هو صحيح يقول انه اكو علاج الي حتى يموت اللارفة اللي بداخله. بس يعني هو سيرجيكال ريموفل نسوي له انه نشيل السيست بس مو ناجح حمية بالمية. ليش? لانه هان السيست اذا نفتح اثناء العملية راح يسوي يا اما انه فلاكسيك شوك يا اما كل بروتو سونيكس راح تكون لها السيست جديد. زين. اناكتيفاشن افهاي داتت ساند نسوي لها اناكتيفاشن بواسطة ان احقنها بمادة نسميها سولي سيديال ايجنت سولي سيديال ايجنت يعني مواد ش تسوي تقتل اللارفة اللي بداخل السيست تقتل الهاي داتت ساند زين شنو هاي المواد السولي سيدال ايجنت فور مالين لمدة خمس دقايق هيبيتان ايثانول هيبرتونيك نورمال صلاين زين وهاي العواقب مالتها كل واحدة شنو تسوي اكوفت شي ملاحظة يقول بالبلياري بالبلياري كوميوكيشن اونلي هايبرتونيك سالاين عشرين بالمئة نستخدم يعني بالبلياري راح نستخدم بس هايبرتونيك سالاين زين هذا الفتشي اسمه بنكتر اسبايريشن انجيكشن ري اسبايريشن هاي اللي يسوي الجراح اثناء العملية اول شي بنكتر يعني شان ليس مادش يسوي قبل السيث مادش يسوي يسوي بنكتر بعدين يسوي الاسبايريشن يسحب من عنده يسحب من عنده بعدين يسي انجيكشن يحقنا بهاي المواد السولي ديال ايجنت يحقنا بيهن بعدين يسوي الاسبايريشن وهكذا يعني الانديكيشن اوف بايرس الانديكيشن مالتها ديالتاج لامنا الممبراين سيست والديالتاج ملتبول سيست انترنا هاي على حتي كونترا انديكيشن للكونترول شا سوي لازم اشوف الحوارات العليفة اللي عندي ما ما خليها تروح تاكل جثث الكنين ما خليها تاكل من الشارع مثلا كبده مشموعه ما خلي المالتي يروح ياكل اشياء شامرها قصاب مايريد حي الجثث الكاركيس منظرش يسموهن زيان وبعد ديوورمينج اسوي للدوك دائما بشكل دوري انطي ديوورمينج للدوك على مداظمن ان الدوك مالتي مثل ما ببطنه الاكونوكوكاس وهو يروح ييملي البيت كله ايق والبيت كله يصرعتهم اكياس مائية زيان سوي ابادة للستري دوك واخلاص منعدهم لان هما يعني انفكت الدوك زيان ممكن يعني مانتين برسونال هايجين وواشنغ اوف هانت نخص الاديانة عادل زيان بعد ما نلمس الكلاب وبعدها من منبوس الكلاب دونت كسينغ موسيقى